اشتركوا في القناة التصوير لو سمحت صورني كذاب ما يدعو لكن اذا عاد الى اندونيسيا يصور يبروزها ويضعها في المجلس وهو واقف عند المسجد النبوي يدعو وانا اقول للناس هذا حرام وانا اقول لهم حتى في دروسي في المسجد النبوي هب ان عشرة في المئة فقط هو الاحتمال انه حرام عشرة في المئة فقط انت اتيت الى المدينة لتعرض نفسك للاثام او لتطلب الاجر انت جئت لتطلب الاجر هب ان قولي ان الراجح انه محرم ضعيف لكن مهما يكون فيه احتمال انه حرام كيف تدخل نفسك في الاحتمال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام ثم ايضا هو يحرم من وجه اخر وهو الرياء كان السلف يتخفون باعمالهم الصالحة حتى في الخشوع كان الامام احمد اذا حدث الناس فاحس انه بدأ يخشع وضع يده على انفه وقال ما اقبح الزكام يعني كأن هذا الذي حصل في صوته انما من الزكام وربما قام من المجلس ودخل بيته السلف كانوا يتخفون باعمالهم الصالحة ما امكن وان تكذب وتسوي نفسك تدعو وتأتي ايضا وتعرضها امام الناس لا شك ان هذه الظاهرة ينبغي على طلاب العلم ان يعالجوها بالحكمة وبالاسلوب المقنع وبالادلة